مندوبا عن جلالة الملك عبد الله الثاني رعى الأمير فيصل بن الحسين الحفل الختامي وتوزيع الجوائز على الفائزين بالمسابقة الهاشمية الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته للدورة الخامسة والعشرين الأربعاء في المركز الثقافي الإسلامي التابع لمسجد الشهيد الملك المؤسس وزير الأوقاف الدكتور والعربيات قال أن المسابقة الهاشمية الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته مستمرة كعهدها في وزارة الأوقاف والتي تأتي كل عام برعاية ملكية سامية كم يعلمنا القرآن الكريم عند تلاوته وكم يزرع فينا من قيم لو لاها لما كان في الحياة بهاؤها ولا جمالها إن إعادة تدبر القرآن وفهمه تعطينا أجمل المعاني لحماية الإنسان من ظلم الإنسان ولحماية الطبيعة أيضا من ظلم الإنسان وحماية الوجود كله من ظلم الإنسان تضفي على الحياة كرامتها وجمالها فلا هدر لحقوق الإنسان ولا ضياع لحق طفل أو امرأة فالخلق كلهم عيال الله وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله وتأتي المسابقة الهاشمية الدولية مسابقة آل هاشم لتبقى مسابقة مستمرة على مدى ربع قرن من الزمان لتؤكد استمرارية الدولة واستمرارية المنهج الهاشمي في رعاية كتاب الله عز وجل وحفظه وتكريم المتسابقين فيه وشارك بالمسابقة ثلاثين دولة عربية وإسلامية وأجنبية بالإضافة إلى الأردن الذي كان ولا يزال يخرج حفظة القرآن الكريم ويشارك أبنائه في المسابقات الدولية والإقليمية والتي حصد فيها المراكز المتقدمة باستمرار وذلك بفضل الرعاية التي تقدمها المملكة ووزارة الأوقاف في هذا المجال شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة